تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار تحويل المهارات اللازمة للمستقبل وتهدف المنظمة من وراء هذا اليوم إلى مكافحة البطالة التي تمثل أكبر تحدي اقتصادي واجتماعي في العالم والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم في سوق العمل وريادة الأعمال احتفالات هذا العام تأتي في سياق مليء بالتحديات في ظل تداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا وتغير المناخ كما تأتي في سياق أجواء الصراعات المسلحة بين الدول إلى جانب تفشي الفقر وغير ذلك وفي المناسبة تقول الأمم المتحدة أنه يتعين على الحكومات توفير نحو 600 مليون فرصة عمل خلال 15 عاماً للمقبلة لتلبية احتياجات توظيف الشباب وفتح المجال أمام تنمية المهارات والتدريب بعد أن أدت إجراءات الإغلاق أثناء الوباء إلى إلغاء تدريب 86% من الشباب إلى جانب توقف 83% من المتطوعين عن التدريب وتوقف نصف الشركات عن دفع مستحقات المتمرنين الداخليين والمتدربين العاديين وأشارت المنظمة في تقريرها إلى ارتفاع معدل الشباب غير الملتحقين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب بـ 30% بين الشابات مقابل 13% للشباب وبالموازات مع ذلك تتوقع الأمم المتحدة زيادة بأكثر من 78 مليون شاب خلال التسع سنوات المقبلة نصفهم في البلدان منخفضة الدخل التي تحتاج إلى أنظمة تعليم وتدريب للاستجابة لهذا التحدي